مجهودات كبيرة واهتمام من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية لتحسين شبكة الطرق من خلال المشروع القومي للطرق مما أتى بثماره حيث تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق وذلك باحتلالها المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2017-2018 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة عام 2016-2017 وفقا لتقرير التنافسية العالمية جاء ذلك عقب رؤية ثقبة من القيادة السياسية أبرزت نتائجها من خلال التخطيط لإنشاء نحو 4000 كم من الطرق الجديدة لربط محاول التنمية في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وفي تلك المشروعات تم التأكيد على أولوية السلامة عند التخطيط لبناء الطرقات وترميمها وتجديدها قبل التفكير بالسرعة والراحة بالإضافة إلى تخفيض معدل السرعة خاصة في المدن وإنشاء مصارات أكثر للمشاه وبناء حواجز تفصل السيارات عن الدراجات النارية والهوائية وتجهيز الطرقات بأضواء ومطباط صناعية تساهم في تخفيف السرعة وذلك من أجل تخفيض عدد الحوادث مؤشرات متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وانطلاق للدولة المصرية في عدد من المحاور تؤكد قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد مما يسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص